موسيقى ارواح محمدية وناليا سؤالين فجلتكم اولا اسأل الله ان يتحمل عنا تبعات هل الاستغفار قدردتك سمعني هل الاستغفار في ظاهر الغيب ده يكفي لرد المظالم اسأل لما كنت ظلمت حد بقول او فعل سؤال التاني ايه هي مراتب التوبة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى شكرا لأستاذة فريدة من القاهرة مساء الخير يا فندي وحضرتك بخير وسعال ربنا اشكرك قد ايه ان الهداية الجميلة اللي بعتها لنا في رمضان في اول رمضان والله يعني السيخ يشي قدر اقول لك الناس كلها جميع يعني مسلمين على مسيحيين بيعزوك قد يا شيخ والله انا حب اسأل حضرك حاج اول كل حاجة ياريت لو نصر الناس عندهم السماح اللي عند حضريتك بكناش شفنا الجحود اللي في قلب الناس دي الوقت انا يا شيخ انا حزينة امش في الشارع الاقي ناس كلها وشيها عابس وشيها كاره يتخانقوا مع بعض من غير سبب هل ده اشتان الانس انا شكرا ده اشتان الانس ده ده اجي حاجة انا في حاجة نفسك تقالها برضو حضرتك الدع انا بيعني انا بفضل اعدى غد تريبا الفجر اه وبعد صورة الفجر والشيخ بيقرى في المسجد في التلفزيون يعني وانا بأمي وراه هل يجول ولا لازم انا بتعي لنفسك بس في بعض الادعية بتعجيبني باجت انا بحب أأمي فهل ده بيوصل ولا ما بيوصلش والاستغفار يا شيخ هل الاستغفار انا دايما لما استغفر اقعد استغفر استغفر اشبك وقتا ربنا ما يقبلش استغفرنا ولا استغفر عظيم يعني انا احنا نجلواش بندور على الرحمة رحمته عشان من اللي احنا شايفين وحوالينا شكرا استاذة فريدة الاستاذة شاهد من الاسكندرية علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله معلش انا عندي سؤال بس استفادة الشيخ اتفضلي اه بالوقتي انا جات فترة من الفترة اللي فاتت يعني فترة كت الدنيا لاهيني وكل حاجة غلط وحاجات كتيرة حرام عملتها والحمد الله يعني فتا حوالي سمن دينت وطعر القرآن وبحاول اقرب لربنا وبدأ يا ربنا بس انا اسمها دلوقتي ان الكتب ده حرام فانا ارتبطت بانستانسا مش حقدر اقول له انا كنت بعمل حاجة خلاص نعم محاضر فتا عالك كده انا تحسب ويعني انا طبتي وانا مش عارف انا خايف انا مقباش طبتي وانا عارفة حتى ان انا نتايحة يعني مش عارفة ازاي انا ازاي ربنا يقبني مش عارفة انا خايفة من عطاب ربنا لاني غلط بس من ديني ومش عارفة عمليه انا حتى ان كل حاجة في حياتي وقفة مش عارفة بحيث فاتي ان ربنا مدعني لسا ساعت بحيث ان انا لسا غلط لسا من جواي غلط لسا مش قادرة تيمح ولا ولا مش عارفة مش عارفة اني ظلمت والظلمت فانا مش عارفة صراحة ما اني عاوزة فضل السيخ يقولي اعملي عشان ربنا يسمحني افضل ازاي حافظ على نفسي كده انا مش عارفة شكرا استاذ شاحت شكرا انا بعتزل للتليفونات بس عشان وقتنا عايز اخد عندنا لسا محاور كتير سيدة سهير بتكلم عن انها لو ظلمت حد بظهر الغيب التوبة والرجوع الى الله سبحانه وتعالى باب مفتوح عظيم كثير وهو بريد الحب يقول الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين بمعنى ان الله عز وجل لم يقل هنا ان الله يحب التائبين تأمل التوابين متكرر التوبة انهم متكرر التوبة معنى متكرر التوبة يحتمل احد احتمالين اما انهم يصدقون في الترك ثم تغلب عليهم انفسهم فيرجعون الى الله فهم في مجاهدة مع انفسهم هولاء احباب الله وهذا جواب على هذه وعلى الاخت الكريمة التي بعدها ابشروا مدام نور محبة الرجوع الى الله في قلوبكم متأخذون الاسباب والاحتياطات لعدم العود فانتم على خير كبير والمعنى الثاني ان الانسان كلما ارتقى في الصلة بالله عز وجل كلما اكتشف في دخائل نفسه اشياء لا تليق والادب مع الله فيحتاج ان يجدد التوبة فيتوب من الكبائر فيتركها يتوب من الصغير يتركها يتوب احيانا من طريقة عملي للمباحات بغفلها عن الله احيانا يتوب حتى من الطاعات التي اداها بعدم رعاية للذوق مع الله تقول السيدة رابعة العدوية رحمها الله استغفارنا يفتقر الى استغفار يعني انا لما اقول استغفر الله احتاج استغفر الله من استغفاري طبعا ليس هذا معناه ياس بالعكس هذا معناه انه لا نهاية في ترقي في حال طلب القرب من الله اما مسألة ما يتعلق باجراءات التوبة لب التوبة شيء اسمه الندم ولهذا جاء في بعض الروايات التوبة الندم الندم معناه حرقة في القلب ودت اني لو لم افعل ذلك اذا قوي الندم في القلب ودافع الندم ليس فقط الخوف من العقوبة دافع الندم الاعظم والاكبر والاعمق هو المحبة يعني كيف اقابلك انت اعطيتني هذا كله وانا فعلت هذا الندم الحرقة التي في الداخل او اساس في التوبة اول شروط الطوبة اول حقائق التوبة الشرط الثاني الاقلاع لا اكون مستمرا وانا اقول انا ندمان ندمان وانا بشكل تلقائي استمر لا اسعى نحو الاقلاع الشرط الثالث العزم على عدم العودة وانظر الى الدقة اللفظ لم يقل عدم العودة اصبح الباب مغلقا لو توبت وعتمعنا لا توجد التوبة لا العزم على عدم العودة اذا عزمت بجدية حتى لو غلبت كنفسك ورجعت الى الله انت تائب ثم يضاف شرط رابع في سؤال الاخت وهو التوبة عن الذنوب المتعلقة بحقوق الخلق حقوق الخلق نوعان حقوق حسية وحقوق معنوية حقوق حسية اخذ مال احد ضرب احدا يعني شيء حسي محسوس هذا يشترط في اعادة الحق المأخوذ اخذت ارض من شخص لابد ان تعيدها له فاعادة الحق الحسي شرط في صحة التوبة قالت لكني لم استطع ما معنى لم تستطع افلست مثلا او مات الشخص وليس له ورثة حتى اعيد اليهم نقول في هذه الحالة كبذل الجهد في الاستغفار له كما ذكرت الاخت الكريمة السائلة في محاولة التصدق عنه الى روحه اذا كان قد مات الصدق في الاعتذار اذا كان موجودا وانت افلست ومحاولة اعادة محاولة استرضاءه فان بذلت كل الجهود الصادقة في ذلك والله يعلم هل جهدك كامل او لا صادق او لا حينئذ الله يوم القيامة لا اقول يعني يسقط حق الشخص لا لان حقوق الخلق لا تسقط عندنا في الدين انتبه شوفنا حقوق الله مبنية على المسامحة حقوق الخلق مبنية على المشاحة لا تسقط طيب انا حاولت بصدق وما استطعت او هو لم يسامحني يقول في هذه الحالة الله عز وجل يعطيه شيئا يوم القيامة عوضا عن حقه مقابل ان يسامحك يرضيه الله عنك النوع الثاني المظالم المعنوية يعني ايش مظالم؟ المعنوية تكلمت فيه بغير حق يعني نشرت عنه اشاعات او غيبة او خطة في عرضه وهذا اخطر ما يكون والناس اليوم مستسهل الخوض في الاعراض وهذا مباشرة ينقل الانسان من حال المؤمن الى الفاسق الذي يطعن في عرض احد فاسق يعني خروج على الدين لا ليس كافرا فاسقا نعم الفسوق نعم الفسوق والخروج وفاسق في هذه الحالة ينقلوا من المؤمن الطائر الى الفاسق بمجرد ان ينطق بكلمة فيها هتك العرض انسان اتهام العرض انسان ولهذا حتى جاءت حدود وتشديد عندنا في الشريعة حد القذف واذا لم يثبت ليش لان حقوق الناس في هذه الامور يعني في كل شيء ينبغي ان تراعى لهذا نحن نقول اذا كان الخطأ او ظلم معنوي عند اذن تعتذر الى من اخطأت في حقه اذا كان قد علم نعم وتطلب منه المسامحة فان سامحك فبها ونعمت ان لم يسامحك تحاول ان تسترضي عجزت تسأل الله ان يرضيه عنك تستغثر عنه كما ذكرت الاخت والله اكرم من ان يردك بعد ذلك الله اكرم لا لا تهيأسوا من روح الله وهذا يرجع الى سؤال الاخت الاخيرة ابدا الحالة التي تتكلمين فيها الان هذه حالة شريفة الفقير اتمنى لو ارتقي الى الحالة التي انت عليها حالة الندم الصادق الذي يحملك على الطاعة والاقبال على الله لكن احذري لا تجعل النفس الامارة بالسوء او الشيطان يصرفانك الى اليأس والقنوط من رحمة الله لماذا ده مدخل مدخل نعم ان رعاك صادق في الاقبال لا مفيش فايدة فيك مش هيتغفرلك امورك واقفة ارجع بالطن القنوط هو معصية اكبر من المعصية التي ارتكبها الانسان لماذا لانه انتقاص من غير قاصد لكن انتقاص من عظمة الله كأنك تقول ان ذنبك اكبر من رحمة الله كأنك تقول ان معصيتك اعظم من مغفرة الله هذا غير صحيح قطعا فلهذا الانسان يفتح ابواب الرجاء ابشري والله ان نبرة الصدق التي تتكلم بها والحرقة والندم لا يرقى اليها الكثير ممن يبيتون يصلون طول الليل لان ثمرة الصلاة هذا الاحساس لكن وجهيه الى الفرح بالله الى الياذ بالله عز وجل هو اصلا لم يقذف في قلبك الرغبة في التوبة الا وقد تاب عليك اسمعي انتبهي لهذه الكلمة الله تعالى يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا معنى هذا ان اقبالك على التوبة هو اصلا علامة على انه قد تاب عليك فينبغي الانسان ان يقبل الى الله بالرجاء على هذا النحو بس هي طرحت كمان نقطة مهمة اولي في حضرتك كلمت عن حقوق العباد لو انسان رجل كان او انثى دي انثى بترتبط بشخص وكان لها من خطاياها الله يعفو عنها ويغفر له او كان له من خطاياه قبل ان يتزوج ولم تخبره بذلك هل له حق ان تخبره بذلك لقد ستراه الله في الدنيا او ستراه الله في الدنيا وراح اجوز واحده فقولها انا كنت بعمل وبعمل وبعمل بعض الناس في الثقافة المعاصرة يرون ان هذا اقرب الى الى وشايج الحب فان كانوا يعلمون من انفسهم ان لو احد منهم اعترف لكن بدون التفاصيل انا اخطأت مع ناس كثير قبلك وكانت لي علاقات اريد ان اكون واضح معك اذا كان هذه ثقافة المتحدي المتراض ليست في ثقافة مجتمعاتنا الى حد كبير يعني قد يعمل بها يعني اريد ان اتسع في الجواب بمعنى ان اشمل مختلف الناس لو كانوا حتى حيز من مجتمعنا وديننا لكل المجتمعات من كان يعلم من نفسه ومن التي ارتبط بها ان ثقافتهم تقتضي ذلك وانه سيؤدي الى فتح صفحة جديدة نعم ولكن لا يكون بهتك ستر الله فعلت كذا مع فلانا انا اخطأت كانت لي علاقات واود ان تكون على معرفة بذلك حتى ابدأ معك صفحة جديدة سؤالك هل هذا يلزم لا لا يلزم عدم الذكر هل يعتبر غش لا لا يعتبر غش لانه لم يكن هناك ارتباط اصلا لم يكن بينه وبينها ارتباط حتى يعتبر في هذه الحالة قد خانها اذا الاصل لا لا ينبغي ايضا للزوج ان يفتش على ماضي زوجته مدام اصبحت صالحة مدامت مستقيمة ولا ينبغي للزوجة ان تفتش على ماضي زوجها هذا سيفتح ابواب انتم ارتبطتم تفتيش عن العلاقات الماضية قبل الارتباط اريد ان اطمئن فاسأل هذا قبل ان اقرر الارتباط طالما ارتبطت اما وقد ارتبطتم التفتيش عن الماضي هذا يضر اكثر مما ينفع حتى لو سمع بعد كده مولانا ورجعي او لا انا سمعت كذا كذا الرجل الواعي لا ينبغي اصلا ان يفتح اذنه لمن يتكلم فاذا جاء من يسمع يقول لو سمحت انت تتكلم الان عن عرضي الزم السكوت لا اريد منك كلاما مدام شيء غير متعدي مدام شيء اصبح ماضيا وانتهى اما شيء لا يزال مستمر الان هذا شيء اخر فالاصل لا ينبغي ان افتح اذنه لمثل هذا الذي يزلزل البيت الشيء الثاني اذا سمعه لا ينبغي اصلا ان ينقله اليها ولا ينبغي ان يعيش هذا الهاجس لان الرجولة لا تقتضي ذلك الرجولة مدامت هي قد استقامت وانت قبلتها زوجة انتهى صفحة وفتحت نحن لا نحب ان يفتح الله لنا صفحات جديدة عندما نخطر نعم هذه ازدواجية في المعاملة من حيث لا نشعر هذا من خداع النفس يعني عامل الناس كما تحب ان تعامل وهذا الاصل الا اذا كان كذبت عليه مثلا قبل الارتباط قالت له ليس هناك كذا ثم اكتشف ان هناك كذا هذا اخلال بالتعاقد نفسه لو سألك كان لك علاقات فتقوله ايوة كان لك علاقات عرفت حد قبلي فتقوله ايوة احدود العلاقة ايه لان نتكلم ان الاصل لا ينبغي التفتيش نعم الا لو كان شيء يصل الى حد التغيير في اصل العاقد يعني يعقد عليها على انها بكر وهي ليست بكرا هذا غش بمعنى ليس لها سابق ارتباط هذا غش والذي يبدأ اصلا يا استاذ خيري حياته بغش من الصعب ان تستقر هذه الحياة بعد ذلك لكن حصل تزوجها وبعد الارتباط عرف من مصدر او اخر ان كان لها علاقات سابق مدامة مستقيمة اليوم وتعيش معك باخلاق وبصدق لا تفتح باب الوسوسة هذا النوع من الشكوك يدمرك ويدمر حياتها هي ايضا والله عز وجل قد سترك وسترها ومدامت قد استقامت الان لك او هو مدام قد استقام لك ماذا تريد من التفتيش عن الماضي لكن انا اقول ما لم تكن خدعته بمعنى جاءت تقول له من هي ابتداء انا مثلا في بداية التعرف اريد اتعرف عليك لا انا ما اتكلم مع رجال الا بعد ما يعني يكون بشكل مرتب ورسمي وبوجود اهلي فمثلت عليه دورا هي لم تكنه اصبحت هكذا هذا التغير الذي حدث فيه هناك صرق كبير بين اصبحت حقيقة انا بتكلم لو حقيقة اصبحت حقيقة ان الاشرف والارقة للرجل خلاص قد اصلحها الله لك نعم فلا تنكش اصلحها الله لك الله جاء لك بها وقد صلحت ما لم يكن هناك مؤشرات وليس وساوس نعم ايضا لا يفتح باب الوساوس يا استاذ خيري الوساوس اذا انفتح بابها لا تنغلق وكم من بيوت خربت بسبب اصغاع احد الطرفين رجلا كان امرأة الى الوساوس نعم وهناك شيء اخر هناك مبدأ اكبر في العلاقة الزوجية كلما كان التعامل مع زوجتي ارقى كلما كان ذلك موحيا لي بالثقة الاكبر بها كيف؟ عندما تعامل معها برقي معنى هذا انها لن تحتاج ان تلتفت يمنى ويسرى يسرى في اللحظة الذي يشعر فيها الرجل انهم بدأ يوسوس في شأن زوجته بدون ادلة حقيقية وبدأ هو يبعث ويفتش انصحه ان يعدل عن التفتيش عن زوجته الى التفتيش عن نفسه انظر في الخلل الذي عندك ما النقطة الضعف التي عندك فجعلتك تبحث عن احتمالات نقاط ضعف عندها وانت كذلك الساءة التي تصدر منك في تعاملك معه فتجعلك قلقة غير واثقة للتعامل به لهذا يعني الله اسمه الستار اسم الستار هذا اسم عظيم نحتاج ان نتأمل فيه وبدون اهمال او غفالة او او تغاضي عن ما لا يتغاضى عنه لكن لا نفتش عن ما لا يوجد لا الولونا تكيف شوية جماعة عشان الكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بس قبل ان اروح لسيدنا النبي السيدة الفضيلة اللي سألت عن التأمين على شيخي في التلفاز في المسجد امام مسجد وصلي وهي تقول امين يكون لها التواب والقبول من الله سبحانه وتعالى لا شاك لان الدعاء في الاصل هو توجه الى الله اذا سمعت في شريط او في تلفاز او في مذياء رادي او في مكبر صوت او في مسجد بجانبك وانت مرة دعاء شعرت انه مس شيئا في قلبك قولي امين الله عز وجل سيكتب لك الدعاء امين ما معنى كلمة امين اي يا رب استجب نعم فمجرد ان تقولي امين اي يا رب انا ادعوك بهذا الدعاء فاستجب يا رب مسألة الدعاء واسعة وفي نفس الوقت حفيقة ولا يمكن ان نجعلها بطريقة واحد زائد واحد يساوي اثنين نعم بطريقة الميكانيكية او الارية لا هي وجهة قلبية حتى الفاظ الدعاء الواردة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم او الادعية القرآنية المعظمة قيمتها انها ملأة بالمعاني وانها صدرت عن وجهة خالصة من قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم او التي في القرآن ان الله علمنا اياها فقيمتها في المعنى الذي فيها ولهذا فضل ان نقرأها لكن لا ان نقرأها حفظا وتنتهي ولا ان ننحصر عليها ما يخطر في قلبك كان البعض من السلف يقول اني اسأل الله كل شيء حتى الملح لطعامي هو يشتغل ليحصل الملح يذهب الى السوق لكن يعرف معنى يا رب انا محتاج ملح يسر لي الملح ويذهب للملح لماذا لسببين السبب الاول ثقة في القلب بان الله قريب هو قريب مني هو اقرب الي من السوق قبل ان اذهب الى السوق لاشتري نعم فاطلب من القريب وهو صاحب الملك المطلق في هذا الوجود السبب الثاني اني يحبه تعرف ساد خيري الانسان لما يحب احد يبحث عن ادنى عذر شان يكلمه يخاطبه نعم عندك في مصر يقول بتحكك يعني بتلكك بتلكك يبحث عن بتلكك يبحث عن ادنى عذر ليخاطب فانت مار في الطريق سمعت انسان يؤمن ويدعو الدعاء حرك قلبك تعرف ما سر الدعاء هذه الحركة التي في القلب لحظة الوجهة بالشوق او الخشية او الرجاء او الامل او هذا هو لب الدعاء وجهة القلب حاله نعم لا شك ان هذا مطلوب نعم كيف كان رسوم الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم اول ما يحضروني في وصفه في رمضان صلى الله عليه وعليه وسلم ما روي في وصفه على السني صحابته الذين جالسوه وعاشوا معه قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة اسرع في بدل الخير من الريح التي تحرك تسوق السحاب او تحرك البذر او تهب اجود بالخير من الريح المرسلة وكان اجود ما يكون في رمضان فهذه الاولى اول معلم للحبيب صلى الله عليه وعليه وسلم في رمضان الجود والجود بدل المتيسر من المال أو الطعام الجود بدل الاهتمام بالآخرين الجود البسمة الجود الإحسان الجود الشفقة الجود العاطفة الراقية الجود التجاوب مع البشر الجود تعليم الناس وتفهيم الناس وهداية الناس فكان أول ما يخطر عند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم مقترنا برمضان الجود الأمر الثاني كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يتكلف في رمضان ما تيسر أكل مرة يجد تمرات يفطر عليها مع الماء فيقوم ما يجد شيء من الحيس أو الخبز أو يأكله فما كان يتكلف لمسألة الطعام ولا يتشهى لمسألة الطعام في رمضان كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجعل موسم رمضان موسم ازدياد ومضاعف للارتقاء فيما آتاه الله عز وجل من معنى التخاطب معه في القرآن والصلاة في القرآن كان جبريل في كل رمضان يأتي يتعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتدارس القرآن لهذا الإنسان مع كونه محتاج يقرأ القرآن وحده لكن إن تيسر له إضافة إلى الورد الذي يقرأه وحده وله صحبة صالحة في البيت أو الزوجة أو أولادة أو أصدقاء أو صحبة في المسجد أو زملاء إذا اجتمعوا في الليل قبل أن يلعبوا ألعاب مباحة تعالوا نقرأ ولو ربع ساعة أو نصف ساعة مع بعضنا تدارس القرآن يدور المصحف بيننا كل واحد يقرأ خمسة آيات أو ربع حزب حزب القرآن هذا المقرأة كما يسمونها في مصر فيه صلة بحال الحبيب صلى الله عليه وسلم أنت ما تجلس مع أخلك أو صديق أو زوجة وتقرآن القرآن تستشعر لحظة اللي كان يجلس فيها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم يتدارسان القرآن فكان في كل ليلة يتدارس القرآن مع جبريل في كل سنة يتدارس القرآن كاملا في آخر سنة كانت له في الحياة الدنيا صلى الله عليه وسلم مر جبريل معه على القرآن مرتين قرأ القرآن مرتين في رمضان كاملا تدارساه الأمر الثالث القيام كان يطيل القيام صلى الله عليه وسلم يطيل السجود يطيل الوجهة إلى الله عز وجل أيضا في ملحظ يغيب عن الناس ظنا منهم أنه لا يتناسب مع الروحانية وهو أن رمضان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان شهر عمل أيضا كان يجتهد يعمل كان يدعو إلى الله خلال الشهر الكريم غزوة بدر كانت في رمضان فتح مكة كان في رمضان إذن كان رمضان شهر العمل شهر البذل شهر الإنتاج في الحياة الكثير مننا إذا جاء شهر رمضان إن لم يأخذ أجازة من عمله أعطى نفسه هو أجازة وربما يعطى الأناس لهم مصالح ينبغي أن تقضى نحن في رمضان يعني خلونا خلونا وأسوأ من هذا كله أن تجد موظفا على مكتبه في شهر رمضان وهو ممسك للمصحف الشريف والذين يراجعونه ومنتظرون ينتظرونه في وقت العمل ليقضي حاجاته ومسؤول أمام الله عن قضائها لهم فيؤخرهم أولا أنتظر أخلص جزء القرآن سامحني في الصدمة التي قد تحصف هذا حرام يأثم بقراءة القرآن هو آثم في هذه اللحظة عندما يقرأ القرآن نعم آثم آثم لأن قراءة القرآن نفل وهو ملتزم مقابل المرتب لقضاء مصالح الناس فهو فرض بالنسبة له فهو ترك الفرض للنفل وهو أيضا يرجع حيانا للعب النفس علينا هو يريد يرتاح من العمل فيتعذر بالقرآن أو هو محب صادق للقرآن لكن اختل عنده الميزان لم يرتب الأولويات ولم يفهم أن قضاء حوائج الناس عبادة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان من أوراده شو بكلمة أوراد أنه يطوف على عجائز الحي الذي كان فيه جيرانه يمر على العجائز عجوز عجوز التي ليس لهن أحد يقضي حوائجهن يعني ما لهم أحد يساعدهن ها ماذا تريدين يا خالة من السوق أريد كذا وكذا وكذا وفلانا كذا ويذهب إلى السوق يشتري حاجاتهم ويضعها في الأكياس ويدور بيتا بيتا ليقضي حاجاتهم كان يرى أن هذا عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل حتى أنه لما تولى الخلافة تكلمنا عجائز المدينة لن يفرغ لنا الآن وطبيعي لن يفرغ فقال لا والله لا أترك شيئا كنت أتقرب إلى الله تعالى به فلم يترك حتى وهو خليفة المسلمين القائم بأعباء حكم أمة ودولة لم يترك وردا من العبادة وهو أن يقضي حوائج العجائز اللي كنا يحتجنا إليه فيذهب إلى السوق أمير خليفة رسول الله ليشتري حاجات العجائز هذه العبادة مثل العمل الخيري الآن والتطوعي الذي يحصل في رمضان هذا نوع من العبادة إذا ارتبط بمفهوم العبادة إذا ارتبط بمفهوم استخراج البذل من النفس لأن النفس فيها صفة الشح ومن يوقى شحها نفسي فهذه وقاية من شح النفس ولهذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم جاء في أشهر أوصافه أجود بالخير من الريخ المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان ولا زال صلى الله عليه وسلم عليه أفضل صلى الله عليه وسلم ولا زال كيف ولا زال كل الذي نعيش فيه الآن من الجود هو من ثمرة جوده مما علمنا إياه صلى الله عليه وآله وسلم لا زال صلى الله عليه وآله وسلم تعرض عليه أعمالنا فيستغفر الله لنا فأحمد الله إن كانت خيرا حمدت الله عليه وإن كانت غير ذلك استغفرت الله تعالى لكم وهذا من جوده صلى الله عليه وآله وسلم وغدا أيضا سنحتاج إلى جوده في يوم الشفاعة العظمى رزقنا الله شفاعته سيدي تبقى لدي بعض ما هو متعلق بحضرتك في الوقت القليل المتبقي أولا بدأنا خلقات آمنتوا بالله التي تزاع في السادسة مساء على سي بي سي البعض بيرى إن ما فيش فرصة للإجابات وأن تطرح قضايا كثيرة وحضرتك ما بتردش علاوك أنك تقرها بالفعل هذا التساؤل جاءني أيضا على تويتر وعلى الفيسبوك في الصفحات يعني من عدد من الأشخاص أولا لابد أن نوضح أن هذه الحلقات ليست للرد على تفاصيل الأفكار لأن الأفكار التي تطرح الحلقة الواحدة تطرح فيها عشرة أفكار قد نختلف مع ثمانية منها أو سبعة أو أربعة أو أيا كان الواحدة منها تحتاج إلى خمسة أو ست حلقات لتوضيحها الهدف كان من هذه الحلقات فتح أولا باب القدرة على التفاهم يعني هذه السنة الهدف من حلقات أمنت بالله إزالة الحواجز التي بيننا وبين الشباب نحن نعاني من جفوة بين الشباب وبين من يتحدث بالخطاب الإسلامي الجزء الأكبر من هذه الجفوة نحن تسببنا بها من عدم إصغائنا إليهم صار هناك انطباعات أن المشايخ ما يستمعون أصلا لا يقبلون أصلا للاجتماع الهدف هنا أن نسمعهم ونحاول أن نتعرف عليهم ويستمعون إلينا ويحاولون أن يتعرفوا إلينا وما يتسع له الوقت من التعليق على القضايا بعمومها يحصل لكن الكثير من الحلقات مرت فيها مسائل الفقير غير متفق فيها مع المتكلمين وغير مقر لهم على أرائهم فيها ولدينا الرد عليها وبالإمكان التوضيح لكن ليس هذا هو هدف الحلقات نعم البعض لاحظ قال أن عدد في الحلقات الحلقتين التي مرتها عدد الأفكار كثيرة والوقت قليل فإما تحجمه أو تزيده ولعلك أنت لاحظت هذا أيام التسجيل وقلت نخفض العدد من ثلاثة إلى اثنين في بعض الأحيان هذا صحيح الهدف من الحلقات كسر الحاجز فتح باب الاستكشاف لبعضنا لبعض بعضنا لبعض نتعرف من الممكن أن أختلف مع هذا الفيلسوف أو هذا العلماني أو هذا الإعلامي أو هذا المبدع أو أي أن كان توجهه ويعرض فكرته وأكون غير مقتنع بها وأرد بما يكفي يعني يكفي منه الوقت أو يسمح به الوقت لكن نخرج ونحن قد استطعنا أن نتخاطب نعم اليوم للأسف اعتدنا في كثير من الحوارات المفتوحة في الإعلام وحتى في الشارع يعني الإعلام ليس هو الملوم الوحيد الإعلام مجسد لشيء موجود في الواقع الموجود في الشارع حتى اليوم أننا فقدنا لغة تقبل النقاش فقدنا لغة الحوار ما عاد عندنا القدرة على أن ننصط بس نريد الآخر الذي أمامنا يسمعنا وإلا تعاركنا معه عند الاختلاف بعد سماع بعضنا البعض يصر كل مننا أن يتحول الذي أمامه إلى رأيه هذا ليس صحيحا نعم الله عز وجل علم الأنبياء وهم المقصومون أنهم عندما يخاطبون الذين يكفرون بالله هكذا والذين يعبدون الأصنام أن يكون الخطاب وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين تبعنا فيه احتمال أن يكون الأنبياء على الضلال طبع قطعا لا لكن انظر إلى المنهجية في الحوار هذه المنهجية اليوم أصبحنا نفتقدها فجاءت حلقات آمنت بالله الموسم الثاني هذا هدفها نريد أن نتعارف نريد أن نقترب من بعض نريد أن نسمع بعضنا البعض عن قرب نفتح المواضيع فالهدف الأساسي فتح المواضيع فتح الأسئلة الصحيحة أي وضع أيدي على الأسئلة الصحيحة أيضا عندما يشاهدها إخوتي من طلبة العلم والدعاء سادتي من العلماء ربما توصل إليهم الرسائل بما هي الأسئلة الموجودة اليوم وأن بعض هذه الأسئلة حقيقية ليست مجرد كما يتوهم أجورين أو فاسدين أو ضاعين لا وناس فيهم صدق وفيهم رغبة أن يعملوا شيئا حسنا لكن هذا الذي توصل إليه فكرهم فهي وضع اليد على الأسئلة الصحيحة تعرف على بعضنا البعض كسر الحواجز الموجودة هل بهذا المفهوم خضرتك ما زالتش لما كان في بعض الأشخاص وأنت خضرتك كان عندك محاضرة في مكتبة الإسكندرية يوم الخميس وكان حضرتها ألاف يعني عرفت إن القاعة كانت ممتلئة ومع ذلك كان هناك البعض خارج القاعة كان غاضب ورافض لوجود حضرتك علشان زيارتك للمسجد الأقصى نعم عجل الله بتحريري وأسأل الله أن يسرنا الصلاة فيه مرارا وتكرارا نعم كنا في الإسكندرية الحمد لله كانت القاعة فوق الألفين الحضور الموجودين فيها كان هناك ستة من الشباب موجودين في القاعة ثلاثة منهم بدأوا يهتفون عند بداية القاء الكلمة ضد فكرة زيارة القدس ورفض لما فعله الفقير فطلبت من أمن المكتبة أن يتركوهم وكنت أود أن يكملوا هتافهم ثم أقول لهم بعد المحاضرة أنا مستعد للحوار معكم لكن بارك الله فيهم الشباب يبدو أنهم جاءوا فقط ليصلوا رسالة ويذهبون لم يكن عندهم استعداد أن يستمعوا فبدأت الناس تهيج عليهم تخيل لما ستة والألفين ضد الذي يريدون فبدأت الناس فتنفعل عليهم فاتطر أخوانا من الأمن يطلبوا منهم المغادرة وهذا حصل وفي نهاية بعد انتهت المحاضرة إحدى بناتنا المباركات محجبة فتاة محجبة قامت وهتفت أن تسقط تسقط إسرائيل ضد التطبيع فقلت لها ابنتي إسرائيل لن تسقط بالهتافات وحدها إسرائيل تحتاج إلى عمل وأنا معك ومع غيرتك هذا وأسأل الله أن يضيف لك إلى الغيرة تبصر حتى ننظر إلى الأمور كما ينبغي هذا الموقف قد لا يزعج إن كان ثم تنزعاج فقط فهو يكمن في أن القضية خلاص أنا وصلت أنا ما أريد وأفرض عليك أنك ما تتكلم هذا لم يحصل ولن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك مع أنه متوقع مثل هذه الأمور في مثل السيولة التي تشهدها البلد ما من أحد يتكلم إلا له معارضون لكن الانزعاج أن بعض الشباب الذين تكلموا لهم مرجعيات معينة بمعنى أنهم ينتمون إلى جماعات معينة إسلامية مراجعهم ألتقيت بهم أحيانا ألتقي بهم ويتواصل معهم وأرى منهم أسلوبا راقيا يعرض وجهة نظره المخالفة لك ويستمع عليك وتستمع عليه فأرجو أن يكون إفراز هذا الرقي في النقاش يظهر أيضا عند الشباب الذين يتبعونهم أو يصيرون وراءهم وقلت للشباب يا شباب هذا لا يخدم حتى قضيتكم لو أنتم رأيتهم من الفكرة التي تقولونها صواب والذين راه خطأ بالطريقة هذه الناس ستنفر مما تفعلون لأن الذي لديه فكرة قوية وهو مؤمن بها يستطيع بالحوار المهذب والإنصاط والاستماع أن يوصل فكرته لكن في الصراخ لن تصل الفكرة وفي نفس الوقت أحببت فيهم الرغبة في نصرة شيء يعني الشباب أن يحملوا قضية ويتحرقون من أجلها هذا يدل على أن الأمة لا تزال حية وهذا ما نحتاجه لكن فقط نحتاج تقويم أسلوب تعبيرنا قبل أن نطلب من خدرتك الدعاء لنا ولمصر ولكل الأمة العربية والمسلمين في هذا الشهر الكريم وكل مواطني مصر من المسلمين ومسيحيين حضرتك عندك ندوة بكرة الساعة عشر في سائد الصاوي نعم إن شاء الله عشر نساء والدعوة مفتوحة للجميع نحن بنقول من خلال البرنامج لمن يحب أن يلتقي بسيد الحبيب على الجفري وأنا قبل ما تدعو لنا بشكر حضرتك على وقتك تمين وعلى ما منحته لنا وعلى كرمك وعلى ما أضفته إلينا في وجودك في مثل برنامج أمنت بالله على مدى عامين فعلت ذلك متطوعا ومحبا ونحن حبا فيك واحتراما لما تحمله من علمه أنا أشكر حضرتك جدا 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 على كل ما قدمته تغالي وقه الله فقط لغير بارك الله فيك وحفظك الله بل الفقير الذي ينبغي أن يسأل الله لكم أن يجزيكم عني خير الجزاء أنتم وإخواننا القائمين على القناة والمسؤولين عنها شباب الذين كانوا يبدلون الجهد الطويل في التصوير والتسجيل والترتيب الكثير منهم ربما لهم من الأجر إن كان ما نفعله صوابا أجرهم أفضل من أجرنا حتى لو كان الذي نفعله غير صواب لأنهم يعملون بصمت ونحن نبتلى أنا وأنت بالظهور أمام آلة التصوير الفضل لله ثم لكم أنا عندهم الفقير على إيصال شيء يظن أنه يمكن أن ينفع الناس ويفيد الناس فلهذا لا يعتبر الفقير متفضل بالتطوع بل أنتم لو كان عندي شيء يستطيع أن يعطيكم ينبغي أن يعطيكم ساعدتمونا على إيصال الرسالة وغد علينا بالدعاء نعم دعاء كلنا بحاجة إليه ولما لا تدعو أنت لنا الآن يا سبحاني أنا بدأ في سري بس أنا أبدو ضعيف إذا كان بالضعف الفقير أضعف الفقير إلى الله أضعف ربنا يكرم نبي الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم اجعلنا فيه موفقين لما تحبه وترضاه اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم رمضان منا وتسلمه منا متقبلا اللهم إن هذا الشهر قد أقبل وقد مضت منه ليلتان وهذه الثالثة تنقضي وقد أفضت فيه في هذه الليالي على عبادك ما أفضت وأعطيت من أعطيت وغفرت لمن غفرت له وأعتقت رقابا كثرا من النار ونحن يا مولانا عبيدك الفقراء الضعفاء المسيئون المقصرون هذه أيدينا إليك مبسوطة وآمالنا بك متعلقة ومنوطة نسألك أن تنظر إلينا في هذه الليلة نظرة تصلح بها من قلوبنا ما فسد وتطهر بها باطن الروح وظاهر الجسد اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم حل عقدة الإصرار عن قلوبنا معاصي وذنوب قد ارتكبناها أنت بها أعلم سترتنا فيها عن عين خلقك وجملتنا أمامه غير أن بواطننا التي تلطخت بشوم هذه المعاصي تستغيث بفضلك وجودك وكرمك أن تتم علينا نعمة الستر بنعمة التوبة والطهارة في بواطننا مع اللطف الكامل والعافية يا كريم اللهم أذقنا لذة العبادة أعنا على الصيام وأعنا على القيام وعلى تدبر القرآن افتح لنا فتحا مبينا في معرفة أنوار القرآن ومعاني القرآن وأسرار القرآن وارزقنا لذة المناجاة واجعلنا ممن اصطفيتهم لقربك فإنك يا مولاي تعطي الدنيا من تحب وتعطيها من لا تحب غير أنك لا تعطي الدين إلا من تحب فأعطنا ما تحب بما تحب لما تحب كما تحب اللهم اجعل الشهر شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعلنا في كل نفس فيه وفي كل ليلة من لياليه وفي كل عشر من أيامه نزداد رقيا وقرب أشهدنا ليلة القدر ورفع لنا فيها القدر واجعلنا من الصادقين معك المقربين إليك اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا وسائر المسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وأوصل نور هذا الشهر وبركة هذا الشهر إلى أهل القبور في قبورهم اللهم إن لنا أهلا وأحبابا ولك خلقا في قبورهم مرتهنين لا يضعنون ولا يبرحون انقطعت أعمالهم لكن أمالهم بك معلقة اللهم فرحمهم رحمة تليق بجودك وكرمك وهب المسيئين منهم للمحسنين شفع المحسنين في المسيئين وارفع العذاب عن المعذبين اللهم وانظر إلى أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم نظرة منك تعود عوائدها على ظاهرهم وباطنهم فيقبل المعرض ويتوب العاصي ويستقيم المنحف ويستنير المظلم ويعفو ويصفح ويتطهر من في قلبه مرارة الأداء والظلم أو الحقد أو الكراهية اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلة وارحم سائر خلقك ممن آمنوا بك وممن لم يؤمنوا بك واردهم إلى الإيمان مردا جميلة وفرج عن المظلمين المظلومين في سائر الجهات يا رب العالمين اللهم احفظ الحرمين الشريفين وبارك واحفظ ووفق المعتمرين وزوار سيد المرسلين واكتب لنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين فرج عن إخواننا في بيت المقدس اللهم احفظ المسجد الأقصى وعجل بتحريره وأنهض الأمة للقيام بحقه واجمع شمل أهل فلسطين على ما تحبه وترضاه ألف بين قلوبهم أزل عنهم نزغة الهواء والعداوات التي بينهم واجعلهم إخوانا في الدنيا في ميدان محبتك وطاعتك ونصرة قضيتهم وفي الآخرة على سرور المتقابلين اللهم افرج عن إخواننا في الشام فإنه قد اشتد عليهم البلاء وطال ولهم بك آمال متعلقة بجلالك وجمالك ورحمتك وإحسانك وعطفك اللهم افرج عنهم اللهم إن الدماء تهرق تهرق وإلا أن الأنفس تزهق وإن البنيان يدمر إن البيوت تهد على رؤوس ساكنها وإن الأعراض تنتهك وهذا لا يرضيك فنسألك اللهم فرجا عاجلا لطفا شامل لطف بأهلنا في اليمن فإنهم نزل بهم ما لا يطيقونه من الأذى والبلاء والفقر والمجاعة والاختلاف فألف بين القلوب يا رب العالمين فرج عن إخواننا في ليبيا وعصم دماءهم وكذلك في تونس وفي سائر بلدان العالم وهذه البلد يا رب هذا البلد المبارك اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قد أوصى بأهل مصر خيرا وأنت أولى بالبر من البارين فنسألك اللهم بمحبة هذا النبي لهذا البلد أن تنظر إليه نظرة من عندك أنت الذي ذكرتها في كتابك وجعلت الدخول إليها مقترنا بالطمأنينة وبالأمان فنسألك اللهم أن تنزل عليها أسباب الأمان والطمأنينة وأن تنشر أنوار العدل بين أهليها وأن تولي عليهم الخيار وتدفع عنهم الشرار وتؤلف بين قلوبهم وأنت ملأ القلوب محبة ورحمة وحنانة وبرا وعطفا برحمتك يا أرحم الراحمين أمنهم في أوطانهم وسع أرزاقهم حسن أخلاقهم ردنا وإياهم إليك مردا جميلا واجمعنا وإياهم على محبتك وطاعتك واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنا ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة شكرا شكرا